رسالة توعوية تعتزم جمعية قوافل للإغاثة والتنمية إطلاقها بعنوان احتفل بانتماء تزامنا مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية خلال شهر فبراير الجاري في هذه المناسبة في شهر فبراير هذا الشهر اللي هو عيد الكويت وعيد كل مقيم وزائر لهذا البلد في هذه الأيام حملتنا توعوية وطنية موجهة إلى شعب الكويتي توعوية تحت شعار احتفل بانتماء القصد من هذا نبدل مظاهر السلبية اللي قد تسيء لكل مشاهد يأتي في هذه الأيام اللي يحتفل معانا في الكويت واستبدالها بمظاهر إيجابية رح نكون متواجدين في المسيرة في تاريخ 25 و 26 ولكن بإيجابية جمعية قوافل تسيء عام 2015 جمعية قوافل معنية بالمرأة والطفل داخل الكويت وخارج الكويت لها جانبين وشقين من العمل العمل التنموي والعمل الإغاثي حقيقة نحن نركز على جانب العمل التنموي بالنسبة للمرأة والطفل وتحديدا إذا كانت خارج الكويت فهي أمهات الأيتام والرامل في جانب التمكين والتعزيز الهوية أيضا في داخل بلدانهم فتحنا مجالات كثيرة للعمل لأن أهلها تكون من إنسانة تأخذ المساعدة إلى إنسانة قادرة على إدارة أسرتها قادرة على توعية أبناءها بمستقبلهم اشتركوا في القناة